بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة النهاردة هنكمل الهيدروليك أو الخاص الهيدروليكية للتربة وهنتكلم النهاردة عن أو الخاصات الشعرية هنتكلم عن يعني الخاصات الشعرية أو الارتفاع الشعري في مش في الصوير وبعدين نبتدي نخدها تطبيقها في الطربة ده الجزء الثالث من شابتر سري للصوير المقصود بكلمة الكابلري الكابلري رايز أو الكابلريتي اللي الخاصات الشعرية يعني أنا لو عندي تانك ماية بالشكل دوت وحطيت فيه هنا أنبوبة بس الأنبوبة دي تكون مدقيقة عشان الأنبوبة دي لو كانت أصلا مش ديقة هنلاقيها إيه اللي يحصل المية بتاعتها يعني أنا لو حطيت أنبوبة هنا الديامتر بتاعها كبير المية هتفضل زي ما هي كده لكن لو أنت جيت قادي التانك وحطيت هنا أنبوبة مالها ديقة بالشكل كده نتيجة السيرف ستنشن هنا إيه اللي هيحصل؟ هيحصل لي هنا أن المية هترتفع لارتفاع معين لو هنسميه درواتي اتس تيو هنعرف إيه هو الاتش سي دوت ده المقصود بكلمة الخاصية الشعرية بيقول إيه اللي بيسحب أو القوة اللي بتسحب المية into the tube above the free surface ما ده الفري سيرفز بتاعي القوة اللي بتترفحها دي بيسموها القوة الخاصية الشعرية أو القوة الشعرية بسموها القوة الشعرية عمالة تشد المية فوق كده The height of water column that's drawn up or retained is called capillary mean head يعني الـ hc ده في الآخد ده اسمه الايه الـ capillary head بتاعة المية بتاعة الخاصية الشعرية طيب لو إحنا خدنا زي ما أنت شايف tank مية وحطينا فيه أنبوبة الأنبوبة ديت قطرها D واضح؟ فالمية بتطلع فوق هنا الارتفاع اسمه مين؟ hc لازم تخلي بالك من نقطتين أول حاجة لو تكلم عن النقطة واحد والنقطة اثنين النقطة واحد والنقطة الاثنين دولت على ارتفاع واحد فدولت عندهم equal pressure يعني الضغط بتاعهم ماله متساوي اللي هو المين؟ الاتموسفيريك بريشر اللي هي الواحد أتم they are at the same level عشان هما على نفس المستوى لكن لو أنا هطلع لفوق النقطة ديت إيه اللي هيحصل المينسكة اللي فوق ديت is higher than point 2 إيه اللي حصل هنا؟ خلي بالك هنا عندي ضغط بتاعمين الأتموسفير لكن لو ما اطلع عند النقطة ديت ضغط الأتموسفير شوية الهواء اللي كانوا هنا ضغطين على ديت يبقى الضغط هنا عالي لكن الضغط هنا ماله الضغط هنا أصغر ليه؟ الضغط هنا أصغر عشان شوية الهواء دول مش موجودين عنه طالما فيه فرق في الضغط بقيمته قد إيه؟ دلتا بي يبقى الفرق ما بين الضغط هنا والضغط هنا اسمه دلتا بي قيمته قد إيه؟ الهواء في الجاما ووتر طيب ما أنا عارف لسه من شوية إن الدلتا بي كنا لسه جايبين القانون بتاعها في البارت اللي فات وعرفنا إنه 4T على الدي يعني إنه ممكن أقول إن الهي سي مباشرة مو أنت تعويض مباشرة يعني إنه عندك الدلتا بي بسه إلينا 4T على مين؟ على الدي ده إحنا قلناه بالنسبة لمن؟ للصويل للمية فرق الضغط يعني ف4T على الدي ده بيسوي الدلتا بي ودلتا بي بيسوي ها؟ H-C في الجاما ووتر يبقى الـ H-C بيسوي مين؟ 4T على جاما ووتر في مين؟ في الدي وزي ما إحنا عارفين إن الـ T 75 ضايا يعني 75 في 10.8 كيلو نيوتن على السنتي والجاما ووتر في 9.81 أو 9.8 أو 7 في 10.8 كيلو نيوتن على السنتيمتر اللي إيه المكعد لو إنت عوضت هنا يبقى ممكن تطلع إن الـ H-C بتاعتك بتسوي كام؟ 0.306 على مين؟ على الدي يبقى أنا لو أنا عندي أي أنبوبة وعارفت دايمتر بتاعها ممكن أقدر أطلع الإيه؟ أقدر أطلع هنا إيه؟ خلي بالك هتقدر تطلع الارتفاع الشعري بتاع الأنبوبة واضح؟ واضح زي ما نقولت هنا الـ Delta B بتساوي مين 4T على D H-C فممكن من ديت اللي هي المعادلة ديت تقدر تطلع الـ H-C بتاعتك ممكن نسبة الـ H-C دوت برضك بس لأي نوع من أنواع مين السوائل أو المواقع أن أنت عندك إيه؟ خلي بالك أننا عندي هنا ارتفاع مية صح؟ ارتفاع المية دا دي وز اسمه W وزن المية دا عبارة عن إيه؟ حجم المية في كسافة المية أو في اليونيت ويت بتاع المية يعني ممكن أقول وزن المية عبارة عن WD أو B-D تربيع على 4 في الـ H-C في جاما موتر صح؟ دا وزن المية دا وهنا في قوة الشد قوة الشد ديت واحز أن هي بحللها القوتين قوة كده وقوة كده ماشي دي ضيارة ديت أنا أتكلم على ديت فهتساوي مين T في باي آه بس دا طن برميتة الرن فلازم أضربها في مين T بس فعايز أضربها في مين في المحيط المحيط بتاعة دي العبارة عن باي في D والتحليل بتاعتها كوزين مين ألف فممكن أقول على طول إن الـ H-C بتساوي مين 4T كوزين ألفا على الـ D في الجاما بتاعت الليكويد يعني الكلام دا كله ينفع لمين للليكويد ما ينفع للوطر حالة خاصة لكن هو أساساً لمين لأي ليكويد عندي لأي ليكويد عندي الـ H-C بساوي 4T 4 في T الـ T اللي هي surface tension أو قوة الشد السطحي كوزين ألفا إيه كوزين ألفا دي دي بسموها الـ Contact Angle شايف الـ Contact Angle عاملة كده وطلع كده بالزاوية دي خلي بالك الـ Contact Angle بالنسبة للمية بكام الألفا بالنسبة للمية بصفر عشان كده طارت والدنيا بقت إيه المية بتاعتها إيه 0.306 على الـ D بالسانتي ده ارتفاعها في المية ده مية لكن لو هيشتغل على أي سائل آخر فالـ H-C بساوي 4T كوزين ألفا على الـ D في جاما بتاعت الليكويد عندي ملحوظة صغيرة خلي بالك لما انت لو جبت زئبق وحطت هنا الأنبوبة تعرف إيه اللي هيحصل هنا هتلاقي إن الزئبق القيمة هتنزل لتحت كده يعني H-C هتطلع لك بالنغative H-C هتطلع لك بمين بالنغative النقطة الأخيرة خلي بالك شوف بص هنا اللي بيحصل إيه هنا قلنا مفيش تغير هنا النقطة دي زي النقطة دي زي النقطة دي مفيش أي تغير في مين في الضغط لكن قلنا طلعنا اللي فوق لقينا إن فيه الضغط بيساوي مين H-C في مين في جامع وطر ده اللي هو والشد احنا اعتبرنا في الصوير إن الشد ماله نغative أما تحت لو نزلت لتحت وعايز اجيب الضغط عند اي نقطة تحت هنا هوت هتلاقي عبارة عن مين اه ده اسمه دلتا بي داش او القيمة التغير في الضغط اللي كل ما هتنزل لتحت شايف ايه اللي بيحصل هنا ها بتزيد عشان فيه وز المياه هنا زاد لكن كل ما هتطلع ايه اللي هيحصل هتنقص بالقيمة اللي انت شفتها دي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته